لتقديم الدعم للدول الشقيقة والصديقة قامت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة الدول العربية بتجهيز ثلاث طائرات نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية والألبان لإرسالها لجمهورية لبنان الشقيقة لمساندتها في مجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا حيث أقلعت الطائرات من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار رفيق الحرير الدولي ببيروت يصاحبها وزيرة الصحة والسكان ووفد رفيع المستوى حيث كان في استقبالهم عدد من المسؤولين بوزارة الصحة اللبنانية الذين أعربوا عن امتنانهم لمصر قيادة وشعبا وجيشا وفي سياق متصل قامت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتنفيذ جولة تفقدية داخل المستشفى العسكري الميداني المصري بلبنان كما أكدت على استمرار التنسيق التام بين الحكومة المصرية بوزاراتها المختلفة والحكومة اللبنانية لتقديم الدعم الكامل للشعب اللبناني الشقيق وأعرب الجانب اللبناني عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانب لبنان في أوقات المحن والأزمات كما أكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين ومن بوابة الأهرام نقرأ القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا في نطاق الأسطول الشمالية نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها اليونانية تدريبا بحريا عابرا بالنطاق الأسطول الشمالية بالبحر المتوسط وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية طابة والسفينة الحربية اليونانية HS452 وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة والتي تهدف إلى تعميق تبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابة الاحترافي وتأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية واليونانية والتي تذخر بخبرات عميقة في هذه المجالات فضلا عن دعم الجهود الخاصة للاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة للكل الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة وأيضا من بوابة الأهرام نتابع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ضمن أفضل عشرين مركزا بالعالم تفاعلا مع أزمة كورونا أعلنت قائمة بأفضل عشرين مركز فكر على مستوى العالم والتي ضمت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء لدوره في دعم متخذ القرار في ظل أزمة فيروس كورونا وذلك في المؤتمر الدولي لمراكز الفكر على مستوى العالم والذي يعقد سنويا برعاية جماعة بنسلفينيا الأمريكية وتم تنظيمه هذا العام تحت عنوان لماذا تعد مراكز الفكر همه في أوقات الأزمات وبمشاركة أكثر من 750 خبيرا دوليا من صناع السياسات والجهات المانحة والباحثين بالإضافة إلى 450 منظمة دولية وهنأ الدكتور مصفى مدوني رئيس مجلس الوزراء رئيس المركز وجميع الباحثين به على ما يتحقق مشيدا بالجهود المبذولة في الآوانة الأخيرة من جميع الباحثين بالمركز ومؤكدا تقديم المساندة الكاملة ليقوم المركز بدوره الرئيس في دعم متخذ القرار ومن موقع المصري اليوم نقرأ روسيا تقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر وزيادتها اعتبارا من الثامن من فبراير أعلنت روسيا استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة إلى الخارج اعتبارا من الثامن من فبراير المقبل كما قررت زيادة الرحلات المتوجهة إلى مصر اعتبارا من هذا الموعد أيضا وذكر مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا بروسيا أن الرحلات الدولية من عدة مدن روسية ستستأنف في الثامن من فبراير مع زيادة عدل الرحلات المنتظمة إلى مصر بمعدل لا يزيد عن رحلة واحدة في الأسبوع من كل مطار ومن موقع الوطن نقرأ النواب عشرة وزراء يقدمون كشف حساب مصر تنطلق يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلساته الأسبوع المقبل للاستماع إلى بيانات وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والوقوف على ما تم إنجازه من برنامج مصر تنطلق ما بين 2018 و2022 وتشهد جلسة الأحد المقبل عرض وزير النقل بيانا عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة كما يقدم وزير البترول والثروة المعدنية موقف الوزارة من المشروعات التي تم عرضها في البرنامج كما تشهد جلسة الاثنين بيانين لوزيري المالية والتضامن عن موقف الوزارتين بشأن تنفيذ برنامج الحكومة على أن يجرى ثلاثاء المقبل الاستماع إلى بياني وزيري العدل والتجارة والصناعة ويناقش المجلس الأربعاء بيان وزير الكهرباء ووزير الإسكان والمرافق والخميس يناقش بيان وزيري الصحة والسياحة ويواصل مجلس النواب منذ بداية ناقاضه في الفصل التشريعي الثاني عمله أسبوعيا من دون انقطاع وتستمر جلساته اليومية لأكثر من سبع ساعات لتفعيل دوره الرقابي في متابعة أداء الحكومة وفقا لبرنامجها الذي سبق أن أعلنته أمام مجلس النواب في الفين وثمانية عشر والذي يحمل رؤية مصر تنطلق ويستمر حتى الفين واثنين وعشرين ومن بوابة أخبار اليوم نقرأ التضامن ثمانية عشر ألف منفذ لصرف معاشات فبراير قالت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد منافذ صرف المعاشات على مستوى محافظات الجمهورية بلغ ثمانية عشر ألفا وأربعمائة ومنفذين وأضاف تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المؤمن عليهم بلغ ثلاثة عشر مليونا وستمائة واثنين وثلاثين ألفا وعدد أصحاب المعاشات والمستحقين عشرة ملايين وأربعمائة وستة آلاف مستحق وتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الاثنين المقبل صرف معاشات شهر فبراير لما يقرب من عشرة ملايين وخمسمائة ألف صاحب معاش ومستفيد وقال اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات تصل إلى ما يقرب من ثمانية عشر مليار جنيه لافتا إلى أن جميع منافذ الهيئة استعدت لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع التكدس والزحام لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومن موقع اليوم السابع ونتابع الكهرباء تطوير شبكات ست قرى في أسيوت بواحد وعشرين مليون جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وجه رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية بسرعة الانتهاء من تطوير شبكات توزيع الكهرباء بالقرى الأكثر فقرا ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى المعيشة بهذه القرى وأوضح حمزة في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه بالنسبة لمحافظة أسيوت التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تم الانتهاء من تطوير شبكات توزيع الكهرباء بست قرى من الأكثر فقرا ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة واحد وعشرين مليون جنيه وأشار حمزة إلى أن خطة التطوير لشبكات الكهرباء بالقرى المستهدفة بالمبادرة لتحسين الخدمة ورفع كفاءة التغذية ورفع ساعة المحولات واستبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك لتتكامل كل مهمات شبكة التوزيع لتحسين الأداء واستقرار التغذية الكهربائية ووضع حلول لتفادي مشاكل الخطوط الطويلة وأيضا من موقع اليوم السابع نتابع المترو يعلن انتظام حركة قطارات الخط الثاني في جميع المحطات بعد سحب الأدخنة بالبحوث أعلنت الشركة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عودة وانتظام حركة قطارات الخط الثاني بالكامل من محطة شبرى الخيمة حتى محطة المنيب في الاتجاهين بعد سحب الأدخنة من محطة البحوث بعد تصعودها بشكل كثيف داخل رصيف المحطة اتجاه الجيزة مما أدى إلى عدم التوقف بمحطة البحوث وإخلائها من الركاب وأضافت شركة المترو في بيانها أنه انتقلت فرق الطوارئ بالمحطة لفحص أسباب تصعود الأدخنة وتبين وجود مخالفات بأسفل هوايات التكييف خارج المحطة مما تسبب في دخول الأدخنة داخل الغرفة المتواجدة برصيف المحطة باتجاه الجيزة وجرى تشغيل مراوح سحب الدخان بالأرصفة والصلاة وسحب جميع الأدخنة خارج المحطة وعودت عملها بشكل طبعي حركة القطرات بالخط الثاني والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبعي وبكامل طاقتها ومن موقع مصراوي نقرأ لمدة ثلاثة أيام غلقوا طريق الفيوم من ميدان الرماية من الساعة السانية عشرة مساء وحتى السابعة صباحا أعلنت محافظة الجيزة إجراء غلق كلي لطريق الفيوم في الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام ابتداء من صباح اليوم الجمعة وحتى صباح يوم الأحد القادم وذلك في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بكبار المشاء التي يتم تنفيذها ضمن مشروع تطوير طريق الفيوم وتحت إشراف الهيئة الهندسية على أن تكون الأعمال من الساعة الثانية عشرة صباحا وحتى الساعة السابعة صباحا فقط ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنصيق مع الهيئة الهندسية قد أعدت التحويلات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية وأشار إلى أن الشركة المنفذة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل حركة سير المركبات في بداية ونهاية التحويل المرورية في الاتجاهين كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات اللازمة لمتابعة الحالة المرورية أثناء الأعمال لتيسير الحركة المرورية ومن بوابة الشروق نقرأ وزيرة البيئة تنفيذ 1800 وحدة بايو جاز منزلية خلال عامين قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتوسع في وحدات البيئو جاز المنزلية على مستوى المشروع القومي لتطوير 1500 قرية مصرية مشيرة إلى أن الوزارة نفذت 1800 وحدة بايو جاز منزلية على مستوى محافظات الجمهورية خلال عامين وأضافت خلال تصريحات أمس أن الوزارة تعمل على دراسة تنفيذ وحدة منزلية كبيرة تخدم مزارع المواشي مشددة على أهمية فكرة تحويل المخلفات لأمر يمكن الاستفادة منه وأوضحت أن وحدات البيئو جاز تعتمد على تحويل روث الماشية وبعض المتبقيات الزرعية إلى سماد عضوي وغاز للسيدة في المنزل مؤكدا أن الغاز الناتج عن العملية أوفر من أنبوبة البوتجاز وأشارت وزيرة البيئة إلى تحول القرية قرية باني حسن بمركز أبو قرقاز في محافظة ألمينيا بالكامل إلى وحدات بايو جاز من خلال إنشاء شركات ناشئة من شباب القرية لتركيب تلك الوحدات ومن بوابة الهلال اليوم نتابع الصحة استمرار انخفاض الإصابات بكورونا حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 477 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتبامي شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 128440 حالة وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 521 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى وفاة 54 حالة وفاة وذكرت الوزارة أن إجمالية العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المسجد هو مائة وأربعة وستون ألفا ومائتين واثنتين وثمانون حالة من ضمنهم مائة وثمانية وعشرون ألفا وأربعمائة وأربعون حالة تمشفاؤها وتسعة ألاف ومائة وتسع وستون حالة وفاة ومن بوابة ورياضيا ننتقل إلى موقع الجمهورية بعنوان الزمالك يعتلي صدارة الدوري بربعية في مرمى المقصة حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا كبيرا على نظيره مصر المقصة بأربعة أداف مقابل هدف في المبارلة جمعت الفريقين على الساد بيتروسبورت بالتجمع الخامس أمس ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لعام 2021 تقدم الزمالك بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة عشرة عن طريق المغربي بن شرقي واستطاع يوسف أوباما في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والعشرين ليضيف بن شرقي الهدف الثالث والثاني له في الدقيقة الثالثة والستين وجاء الهدف الرابع عن طريق أوباما في الدقيقة السابعة والسبعين بينما جاء هدف المقصة عن طريق مروان محسن في الدقيقة الثمانين من عمر المباراة وعدى الزمالك مجددا لاحتلال صدارة الدوري بثلاث وعشرين نقطة مستغلا تعصر الاهلي مع بيراميدز بينما توقف رصيد المقصة عند ثلاث عشرة نقطة محتلا به المركز السابع في جدول المسابقة وننتقل الى الشأن العربي والدولي ومن موقع العربية نقرأ الصحة العالمية تبدأ تحقيقا صعبا حول منشأ الفيروس بوهن الصينية يزير فريق من المنظمة التابعة للصحة العالمية اليوم الجمعة مختبرات وأسواق في وهن في إطار تحقيق حول منشأ الفيروس المستجد الذي أصاب وأودى بحياة الملايين حول العالم خلال عام من اكتشافه وقالت المنظمة أن الزيارات الميدانية ستشمل معهد ووهن لعلم الفيروسات وسوق ووهن ومركز ووهن لمكافحة الأمراض والوقاية منها وأضافت أن فريق الخبراء المستقلين المقرر أن يظل في الصين لمدة أسبوعين آخرين سيتحدث أيضا إلى مجموعة من أوائل المصابين بالفيروس في المدينة مشيرة إلى أن كل الافتراضات مطروحة على الطاولة مع اتباع الفريق للمنهج العلمي في عمله ووسعت منظمة الصحة إلى خفض سقف التوقعات المتعلقة بتوصل الفريق إلى النتائج وقال مدير الطوارئ في المنظمة مايك راين أن المهمة صعبة وليس هناك من ضمانات للوصول إلى إجابات ومازلنا في أشأن العربي والدولي ومن موقع روسيا اليوم نتابع جوتيريش للقوات الأجنبية اتركوا الليبيين وشأنهم دع مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش ألاف المقاتلين والمرتزقة الأجانب لمغادرة ليبيا فورا وقال جوتيريش اتركوا الليبيين وشأنهم ولفت جوتيريش إلى أن وقف اطلاق النار قائم ولكن من الضروري أن تتحرك كل القوات الأجنبية وكل المرتزقة الأجانب إلى بني غازي أولا ثم إلى ترابلس ومن هناك يرجعون ويتركون الليبيين وشأنهم لأن الليبيين برهنوا بالفعل أنهم قادرون على معالجة مشاكلهم أنهم هم تركوا لوحدهم كما نقش مجلس الأمن الوضع في ليبيا ودع في بيان إلى انسحاب كل المقاتلين والمرتزقة الأجانب من دون أي إمهال آخر وطلب من جميع الليبيين والأمين